اشتركوا في القناة فيديو اسماء ملاحظات دردشات اللي بداخل الواتس اللي بداخل اللاين الآن حنشوفه مع بعض وحنشوف ايش امكانيات هذا البرنامج الجبار ايضا في ميزة لو ايفونك سواء انت ناسي كلمة السر يقدر رجع لك الصور منها لو انت مفرمت يقدر رجع لك الصور منها طبعا كل الاشياء يقدر رجعها مو بس الصور ايضا لو انت معلق ايفونك على شعارة تفاحة تبعة ابل مسوج البريك يعني خيارات جدا كثير الان بتجربهم مع بعض طيب عشان تتأكد هذا ايفوني لو دخلنا الصور ما في ولا شي يعني حتى بسلة المحذوفات ما في اي شي كاميرا رول البوم بالكاميرا ما في اي شي طيب هذا هو البرنامج طبعا الروابط هفهمكم عليها وحدة وحدة اسفل مقطع شرح باليوتيوب لانه الشركة كبيرة جدا وفيها برامج كثير فركز معي بالشرح عشان تستفيد من البرنامج اول ما بتفتح البرنامج هذا هو فيه مكتب لك سمارت ريكافري تحتو ريكافر فروم اي او اس ديفايز وتحتو اللي هو ريكافر فروم ايتونز باكاب وتحتو هنا ريكافر فروم اي كلاود باكاب طيب ايش هي فكرتها هذه السمارت ريكافري لو ضغط عليها بيجيك هذه الخيارات الخيارات هذه ايش معناتها اول واحد اللي هو lost or delete data by access date يعني اللي هو بالخطأ لو مسحت الصور والفيديوهات بالخطأ او مسحت المحادثات بالخطأ او مكالمات او غيره بالخطأ هتختار هذا الخيار اللي هو factory receipt اللي هو لو سويت اللي هو اعادة تعيين بالخطأ وتمسحت عليك الاشياء تقدر ترجعهم من هذا الخيار طيب ايفون locked اللي هو لو ايفونك مقفل بكلمة سر وانت ناسي كلمة السر اللي هو forgetting password اللي هو passcode او password لو انت ناسي كلمة السر لجهازك وما انت عارف تفتحه وخايف تفرمت عن طريق الايتونز وحتروح عليك الاشياء هتختار هذا الخيار طيب ايفون lost ضع ايفونك او damage or broken يعني انكسر سر له اي شي من هنا من انت قادر تفتحه من هنا هتصير الارجاع طيب لو معلق ايفونك على شعار اللوغو تبع ابل اللي هو شعار التفاحة هيكون هذا الخيار طيب هذا الخيار بيرجع لك اللي هو الباكب من الايتونز وهذا بيرجع لك من خيارات الباكب في الاي كلاود طيب وهنا fix ios system هذا برضو جدا جميل هذا غير الارجاع الملفات المحذوفة هذا اللي هو معلق ايفونك على الشاشة البيضة وداخل بوضعية recovery mode معلق على الشاشة اشعار ابل اللوغو بتختار هذه الخيارات بيفك لك التعليق من الجهاز طيب خلينا احنا في المضمون او خلينا نشوف نقول له انا يعني مسحتها بالخطأ وزي ما تلاحظوا انتم ما في ولا شي من هنا طيب هنا اجاب لك ايش اللي يقدر يرجعلك يقدر يرجع لك الرسائلة النصية يقدر يرجع لك سجل المكالمات يقدر يرجع لك جهات الاتصال المحذوفة محادثات الواتساب محادثات الويشات محادثات الفايبر محادثات الكيك محادثات سكايبي محادثات اللاين طيب بيقدر رجع لك الصور والفيديو العيدية والصور بداخل التطبيقات والفيديوهات اللي بداخل التطبيقات كيف يعني بداخل التطبيقات اللي بداخل مثلا تطبيقات البي بي ام لو عندك بي بي ام لو داخل تطبيقات الواتساب او غيره يعني بداخل التطبيقات مش اللي في ألبوم الصور طيب عندك النوت المراحضات المراحضات الصوتية اللي هي المفضلة بسفاري وسجل سفاري والتقويم والتذكيرات خلينا نبدأ مع بعض ونضغط نيكست طبعا لازم تكون شابك ايفونك بالسلك على الكمبيوتر وزي ما قلت لكم كمبيوتر ماك أو ويندوز ما يفرق طيب الآن اكتشف انه اللي مشبوك على الجهاز الآن هو الايفون 8 بلاس حنسوي له سكان يعني بحث اللي عجبني في هذا البرنامج انه سريع في البحث يعني برامج ارجاع الملفات المحذوفة ممكن بعضها يوصل ل24 ساعة بالذات اللي على الكمبيوتر فهذا سريع يعني ما حوقفه عشان نبشي بالخطوات مع بعض عشان تشوفه بالضبط ايش اللي ارجع لك وهو ميزة البرنامج انك بتحمله مجاني والله ارجع لك الاشياء اللي انت حذفها فعلا وقتها اشتري ما رجع لك شيء سلام عليكم فانت بكل الحالات ان شاء الله ما انت خسران شيء انا صراحة طول حياتي اقول ما في اي برامج ترجع الملفات المحذوفة بعد الفورمات لكن بعد ما جربت هذا البرنامج وانا لسه جالس ادور على برامج اكثر لانه كثير راحت عليهم صور مهمة وفيديوهات مهمة الان هو جالس يجمع المعلومات وبعدها هيبدأ بارجاع الملفات طيب الان زي ما تشوفوا رجع 16 رسالة نصية رجع 13 محتويات داخل الرسالة النصية يعني صور او فيديوهات رجع الكل هستوري اللي هو سجل المكالمات رجع 667 جهات اتصال الواتساب انا اصلا ما نفتبت الواتساب عندي في الجهاز الويشات ما عندي ويشات ما عندي فيبر على الجهاز عندي كيك رجع 14 محادثة سكايب ما عندي اللاين ما عندي فلو عندك ايضا حيرجعها بكل سهولة زي ما رجع الكيك رجع لي في الصور واحد رجع لي صور بداخل التطبيقات 13 مفضلة عندي بسفاري هذا المجلد ونقول له open recover الان جالس يرجع لي هي على جهاز الكمبيوتر ورجعها بالفعل وصارت موجودة عندي على جهاز الكمبيوتر اقدر اتصفحها عادي جدا طيب الان لو رحنا الموقع البرنامج هذا هو موقع البرنامج هذا البرنامج اللي انا استخدمته اسمه i my phone d back طبعا عليه تخفيض الان من 70 دولار الى 30 دولار تقريبا هذه نسخة الويندوز وفي نسخة للماك هذه نسخة الماك هذه نسخة الويندوز طبعا في برامج جدا كثير في نفس الموقع كلها عليها تخفيض بس هذا هو البرنامج اللي انا استخدمته روابط التحميل للماك وللويندوز بتلاقوها اسفل مقطع شرح باليوتيوب وتقدر قبل الشراء زي ما قلتلك انك تجرب البرنامج تجربه مجاني رجع لك الشيء اللي تبغى تقدر تشتري وقتها ما رجع لك شيء لا تشتري شيء شيء رجع لك في النهاية ايضا عندهم عرض بكيش كامل سعر البكيش الاصلي ب 179 الان سعره 60 دولار بالنسبة للويندوز وبالنسبة للماك طبعا عندهم اللي هم تقدر تخش على كل برنامج وتشوف ايش وظيفته وتشوف الصور اللي تحته وتشوف ايش هي لو ما فهمت اي شيء ممكن تترجم عن طريق جوجل ترانسفير يعطيكم الف عافية لا تنسونا من لاكم السبسكرايب والروابط كلها اسفل مقطع الشرح باليوتيوب ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة